ومعارض صوار في الاحتفال بالمناسبة بل قامت أيضاً بتكريم المعلمين والطلبة الذين درسوا في تلك الفترة بالمدرسة الأحمدية فأضفت على الحفل رونقاً وبهجة بهجة حضور من تبقى من أولئك الرجال وبهجة تكريمهم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لقد كانت فكرة مواقفة لجيل يستحق منها كل تقدير واحترام وعرفان المدرسة الأحمدية لم تكن مجرد مدرسة فهي حكاية يجب أن تروى لكل الأجال المقبلة فمن بين طبعاً غرفية صغيرة شاع نور العلم والمعرفة في هذه الأجال أو في هذه المدينة الساحرة التي أصبحت اليوم مضرب أمثال العالم المدرسة الأحمدية هي مصنع الرجال الذين وضعوا أسس البناء والتطور وطبعاً يستحقون كل تقدير ويستحقون جميعاً قبلة الوفاء من محمد بن راشد على جباههم النيرة هذا الأستاذ سامي ريامي زاك الله خير وبالفعل يستحقون كل اعترام وتقدير وهذا معاهدنا في شخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب في رد للجميل لهذا الأستاذ أو اللي درسه وقال لي طبعاً بأن الإنسان هذا الرجل ونعم المعلم درسني وكان شديد علي الله يزيك خير يا براشد وعيضاً ندو الثقافة والعلوم نشكرهم جزيلاً شكر على هذه البادرة الطيبة وطبعاً الفرحة كانت عارمة للناس اللي ادرسها واللي اتكرمها وأمس كانت فرحة حتى أسرهم المكرمين هؤلاء كانوا فرحانين وأدخلهم الفرحة والسرور في أنفسهم مزاهم الله خير أيضاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسلام يا أهلا وسلام عندي شقوة صوت الرادة والله يطول لي عمرك أو التلفزون نعم أنا من يعني مواطنة والنعم فيك ومن منطقة كلبة نعم ولحد درسين ما حصلت على بيت من سنة أرزين وزنين مقدمة نعم واشتركت بهذا البيت مرتين عندي عائلة سنينة وثلاثين نفر داخل البيت هذا البيت حكومي طويلة الأمر ولا نعم بيت حكومي نعم عندي الشيخ سلطان الله يطول عمر إن شاء الله ويخليه زي من الفين واثنين البيت ولا نعم لا هذا من ثقلت من ثقلت يعني يعني من تفجيل زي لا البيت المتب الزمان ولا هذا من ثنين أبوي البيت سويت عياري كلهم هذا البيت والبيت قديم نعم نعم وانت لو تنظر حالة تقرج حد من تحت ذلك واتصالت بخط المباشر السنة والان اتصل لا أرد علي نعم لديهم ضغط كبه سألاء الله خير لا لكي لا أرد علي ضويلة الأمر بيت بيت ما يدحوه كل من الإسكان الحين بيتسوي لي تلفي فارج تلفي إن شاء الله وأنا لدي ريال كسيحة وحين قايح مستشي البي الله يعافي إن شاء الله يعني لابا里ي تأس لينا ولم أخليك الله إن شاء الله بيسوي لك ما يتحوك الملسكان تألفون إن شاء الله ويتفهم لك في هذا الموضوع الله يطول لي الله يخليك يطول بعمر الله يسلم ومستغرة ما يتغرة ما يشكل لا لا إن شاء الله أطبخ تكرم على دالوعة أيام القيض وأيام رمضان أطبخ على دالوعة تكرم الله يعلن بي لا لا ما بيقصرون الله يطولي الله يعزيك لا لا الشيخ سلطان ريال طيب في الإسكان اللي هو المهندس الطنيجي ريال والنعم وراء الجميع ريال والنعم ركبنا وسقلنا من يوم الصحي الآن هاي المون انتهت الحمد لله كلها الأمور الآن كلها موجودة في الإسكان اختصوها الحمد لله يعني في الإمارات يعني يستغلوا علينا بيت لا لا ما يستغلون عليك بيت يا طويت الأمر لا لا بيعطوني إذا احتربت هذا البيت لحي مرتين وما احتربت هذا البيت مرتين والبوتيني من الميتر نعم من الميتر السويق يعني تيني البوت لا لا ما بيقصرون إن شاء الله لا 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 ما بيقصر ما بيقصر أيام الحرحر ما يعني كبيرة في السن وما عندي يعني ريال يعني طالح مستش راسب في دبي الله يعلم بحالنا ما نشك حالنا نجرى لله يعني نشوف الشي يعني ما في صايدة كيف الناس نعطت كيف الناس يعني استحقت ونحن ما نستحق بيت شو والناس نركض البلدية نركض لين الجماحي ركض لين عايشة ركض ما خلت مكان هذا الديوان هتكم مرة وإن شاء الله وإن شاء الله كل ما نشاء الله نسمعها من يوم ونسجلة لا ما بيقصروا إن شاء الله زات شلقي لا بيقصروا نتواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الموزة جبقوا بنا اشتركوا في القناة موسيقى 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 أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكلام ومشاهدين الكلام في منقلال راديو الرابع على الموجة 107.80 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع تصلاةكم الهاتفية على هاتفنا نقام 600551610 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألو مرحب الدين حيا الله أبو راشد أهلا وسهلا حيا الله أبو محمد صبحك الله بالخير وأشوفه يضحك أقوله من وقالي ما عارفه ردتني 30 سنة قفة 30 سنة قفة ليش خالي أغنيت رباب أم كلثوم الخليج هاي أي الله يغفل له ويرحمه الله يخبر له ويرحمه والسامعين يترحمه لها نعم 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 هذا الشيء يابو راشد في الوقت هاي يوم واحد قابض الدرب وبيصير مكان بعيد وين ساير ماشاء الله ساير البداير ماشاء الله عليك آآ ترى اول عوافي واخدها بعد المدنة وهي هاي. هي ما شاء الله. أسعوا في مناقبها وكل من رزقها. ما صرت الورقة؟ القوي. اسبعا من اليوم يقولون يبيعون بدون ترخيص لحم. وتشي قلت ديت على بالي انتي. وانت ما يعرف عند الجزور والملابس. بتفكم لا بتفكم يبيعون بدون ترخيص انت اسنسان نظامي. وهذا انا امس انا امس اتكلم عن واحد. رايب نصيرتك بالخير. قلت لهذا الريال يعني ترى يقولون ما بكلمة نيار. لو كلمة نيار قولت ما ظل بواديش يعني. نعم طويل عمر اللي عط الخبز خبازي له كالنصة. ضربنا منك. قلت هذا الرجل يعني ماية وشدة. وريال رحم الله عمرين عرف قدرا نفسي. شوي 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 شوي. الى ان تمكن وبعدين بتدع شو. خطوة خطوة يعني ماتي مرة واحدة. وتعق عمرك انتي. ما يشتوي يمكن ما تنش. لا ما يشتوي. لا لا اذاك الله خير شغلك ما شاء الله. زين وطيب والكل. وين ما تشير ما شاء الله يمدحونك. الله يطول الله. نعم صدق ما مجاملة. وين ما تشير كله. الكل يقول والنعم. نعم. وذا سمعتوا الانتقاد. لا لا. وريال بعدين انا صراحة يعجبني فيك انك رجل صاحب ايادي بيضاء. ورجل صاحب خير وتسوي اشياء من حد يدريبه. وفي ميزان حسناتك. الحمد لله. نعم. شيخي. اللي الله سبحانه. ما بينك فحزت. الله يطول عمارك وعمار عقومتنا. ماشي قطيرة. الحمد لله. والحمد لله. الله يزيك خير. لا. ويديني يخبروني يقولي اللي ريال ما يقصر الله حق يعني. عاصر الله يتقبل. بس. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ويعلم بالنية. الله يخليك انتو. طويل العمر هذا منبركم الكريم اللي دوم تعاجو من هذه المشكلة. وانتو. والله عمركم خير من يعالج هذه المشكلة بانك انت. رجل رغم عمارك وشغالك لكن ما شعليك رياضي. الله يزيك. الله يزيك. نحن طال عمرك خالد حرية ومجموعة رمضان حمادي وحسن الزماري وكذا مجموعة خالد حرية ويا من الثلاثين السنة هذين يؤذرون المنتخب نحن نتقدم بكل الشكر وعلى طول السنين هذين نحن نؤذر المنتخب في طال عمرك دول الخليج أول يمن أول كويد السعادة السيد محمد من سعلوب الدرعي نعم دون قائم بواجبنا نحن سكننا وسياراتنا وطياراتنا وصروفنا اليوم يعني الرجل ما نقدر نحن نقول للاتحاد الكورة لأي جهة أخرى نحن ترى لا هذا الرجل من الزمار دول الله عمرك بتكفل بين القاعدة حرية ومجموعته لكن طويل عزاء الله خير في ميزة الحسنات ومن وطنيته ودي بيضاء دون في الغيابة لكن طويل وعمر بن حيدة لبعد ما قصر ويزاء الله خير نعم لكن لحد الحاضر نحن بعد ما توتني الفرصة أشكر أخونا اللي فتح المجال واتصل فيكم قال كوصفي خالد حرية أخوك وصديقك السيد المنور أحمد شوكا ولنعم الريال ولنعم الريال ولنعم الريال ولنعم الريال لقم أبوه صوت لك وقلت الله خلي قم عبد أبو راشد أنا يوم عندي أشياء خفيفة وشذا بهان اسمه ما يعالش أبو راشد الله يسلم فعمر بن حيدة رطال أمور بعد ما قصر حتى طيارات حط إذا المشجعين عزاء الله خير لكن للوقت الحاضر اللي نحن فيه لم تبقي إلا أيام عقودة ما سمعنا من اتحاد الكرة أو العلاقات الحامة أو الناو فأن الجمهور على التصال فيني أنا خالد شقايت والله ما أقدر أقولكم ولا رمح حرك ساكن اللي بأمر أنهم يعني يعقون الضوء الأخضر فنعم تتريون الله يقول أمر بن حصير وراشد عمي عمي خالي طويل عمر الله يتكره بالخير الشيخ سرور محمد نعم ذكرتني به الله يتكره بالخير هاي كل مرة نعم طويل عمر أبو محمد استسلمحك أدر ما عليش بنتصلك دقيقة عندنا أذان الله يطوي لي عمرك فبعد لذا من نتواصل ياك إن شاء الله الله يطوي لي عمرك نتواصل معكم مسامعين الكرام مشاهدين الكرام بعد أن يرفع على مسامعكم ماذا صلاة الظهر حسب توقع المحلي لمدينة عجمان ومجورها مسامعين الكرام مشاهدين الكرام من خلال راديو الرابعة على الموجة من يو 7.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع أبو محمد خالد حرية طبعا رئيس رابطة مشجعي منتخب الإمارات العربية المتحدة أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية ما حلنا طولنا عليكم بعد أنا في الاستراحة عقب ما صليت توصلت يا يوسف السركال مسافر أبو محمد الظهر ريال من موجود في البلاد والله عمي بعد من الجماعة اللي نوبون نحن موجودين وما يقصرون لكن نحن ما نحن كمجموعتنا نحن طويل عمر خالد حري والمرافقين اللي هم الدقيقة والزمارية واللي هم أصحاب المايستر والجماهير نحن يعني ما شدنا سافرنا على حساب التحات كورة القدم نحن سافر على حساب ساعات محمد بن سعلوب الدرعي يتكفل بكافل يعني من كل سنين حوالي من عاشر حمسة عشر سنة دورات الخليج كل محمد بن سعلوب هو اللي يسفر رابطة المنتخب نحن المايستر والجماهير اللي الشجع ويعطينا الضوء الأخضر من سواء من واحد وخالد عندك اللي تعطينا عدد متيبة نحن على عزي خير لكن نحن هذي مشجعين طالع وكل أنبيا الثانية وروابط المشجعين أنبي كما توفر لهم الإمكانيات نحن المفروض من الجن معني هي اتحاد الكورة العلاقات العامة نحن عيسى بن حيدا ما قصر يوم نصرنا هذا وصل بلاد بعيدة وفر طيارتين لكن لحن منطقة جريبة حتى ولو كان باصات للبحرين بيارات سكن تدري أن نعم البحرين قريبة حتى السيارات باصات نعم صدقك نعم صحيح نحن القضية ما نحب نوقف مكتوفين الأيدي ونحن في دولة واحدة باعتبار البحرين ونحن والبحرين وقطع دولة نعم نعم صحيح يلحب المنتخبات الدول الخليج وكل الجماهير السعودية والاقطرية والكويتية واليمنية والول تؤازر منتخباتها ونحن تكفينا المشاهدة في الشاشة حشا ضميرنا ما يعلم لو نحن نعيش فرحة العيد الوطني بعدنا نعم أن لازم أن الجماعة يتحركون الرسالة موجهة إلى المسؤولين الرسالة موجهة طيب حمد في نقطة واحدة بقول لك ياها الآن أنت أول عام نحن أثرنا هذا الموضوع نفس الموضوع تكلمنا فيه وياك العام أظن نفس الموضوع تكلمنا نعم كان رد اتحاد كرة القدم بأن المشجعين في كل العالم اتحاد كرة القدم ما يخص فيهم في كل العالم الآن دول سعدة كاس العالم ما يخص يقول لك أنت كمشجع الآن بتشجع منتخب بلادك بإمكانك طويل عمر أنك تتجه مثلا إلى البحرين لا نمانح هذا الكلام هذا عالميا طال عمرك موجود لكن بالمشبه نتكلم طويل عمر سوة على المجلس التعاون الخليجي اللي نحن من ضمن الروابط المشجعين أنا لدي العلاقات ويجميع أسار روابط المشجعين الدول المجلس التعاون الكويت والبحر فجميع اتحادات الاتحاد العماني لرابط المشجعين تخص الاتحاد الكرة السعودي الصالح القرنية هيسن في الكويت كلهم كل روابط المشجعين هذه بنية رؤساء اتحادات الله يلحمه فيصل بن فهد وفهد الأحمد وحمدان بن زايد الله يدكره وضوء العمر هم كونه وشكله روابط المشجعين نعم أخذناها نحن كعادة ولكن بالعكس عندنا جمهورنا هذه العين يؤذر فريقه في الصين على حسابه الخاص نعم مش يعني أوقات مش يعني لازم أنه تكون يعني جمهور نادي يؤذر في الصين على حسابه الخاص يؤذر فيه لا فيه المشجع المتعلق اللي هو يبدل الغالي وأنه فيه من أجل فريقه أو منتخبه نعم لكن طويل العمر نحن نتكلم عن عادة في مجلس التعاون بأن روابط المشجعين تطلع عن طريق اتحاداته الآن ما عليش أستاذ خالد الآن مثلا المشجعين اللي يؤذرون من المملكة العربية السعودية هيا كلهم يؤذرون من الاتحاد لا يؤذرون في باصاته وارواحهم ما يخص الاتحاد فيهم يعني الاتحاد يمكن الاتحاد يتكفل برئيس الرابطة أو مثلا الرئيس الرابطة واربعة خمس ويام اللي ينظمون العملية ولكن الباجين كمشجعين مثلا بنقول الفين ثلاثة الاف من الإمارات أنا كاتحاد تحملهم ما تحملهم شيخي أنا في المنوع طيارات تنقل المشجعين أمان إلى إلى عدن طيارات طيارتين طيارتين كوتيات طيارة طرية طيارات من الحكومة تتحرك وتعازر وبالأضافة إلى الجماهير المحبة والمتشوقة إلى منتخبات تكون من ضمن رابطة المشجعين حتى أنا أقول لك وأسأل وفتح استبيعا عن طريقك حتى المشجعين طال عمرك يقولك لا أنا ما بنصير إلا تبعين لكن يا طبي العمر تدري فيه من المشجعين من كبار ومن صغار وتدري أنت العلاقات العام قائمة بالموضوع ولم الموضوع فالمشجع الأماراتي في دولة خليجية مجاورة دولتنا البحرين لكن الله لا قال في أي حال الطريقة في إغماع عند علاقات عامت ونسق بينه بين الاستفارة بينه بين المستشفيات أما بيصيرون طوي الأمر على عماهم بعد هذا العيالكم وأنتوا ما ترضون لهم نعم نعم أنا أتكلم عن هذه المقطة أما كأنا لا أتكلم عن نفسي أنا خلاص أموري في البراك ما والله عمرو بن تعلوب ما مقصر بني عانوا مجموعتي بنسجع بنسير وكل حاجة لكن المشجعين الثانيين اللي هم من أندي الثانية نحن نتكلم عنه لا لا أنا أدري بك ما تتكلم لا لا عفوا ما عليش سيد خالد بس أنا أقول لك يعني اللي أعرف أنا بأني منذ ما تقول ممكن الاتحاد الكرة بيكون عليه خفيف أنه مثلا يتعامل مع أربع وخمسة أشخاص عرفت كيف هذا اللي نضمون مثلا العملية كلها ولكن الباجين الباجين هيتكفلوا بعمارة إذا حد مثلا من الإخوان منذ ما ذكرت انت اللي كان من ثعلوب إذا الله خير بالحيدر وغير وغير هايش المرة الشيخ سرور بن محمد تذكر يوم تكلمت وقال طيارتين أني يشيل المشجعين من هالناحية نعم ولكن الاتحاد يتكفل صعب على ما أعتقد الاتحاد أو ما عنده ميزانية محددة لهذا الموضوع الاتحاد ولا هو اتصل بني بعط أمرك يوسف حمرعين نعم وعقب ما سكرت عني اتصل وسلم عليك يوسف حمرعين وقال سلم على الله يسلم من كل شر وأنا متكبل بعد بمجموعة خاد من المشجعين على حسابي الخاص لمؤاذرة المنتخب ظنه طب والله عمرك أقب ما سكرت عني اتصل يزاه الله خير ونحن بعد نحن طويل عمر بعد نناشد أصحاب البيضاء سواء الاتحاد كرة أو الطيبين نعم الفعاليات الاقتصادية رجال الأعمال في البلاد حتى يوفرون إذا اتحاد الكرة ما بيوفر المكان جريب والطيارات اليوم في الآية دباي العربية وغير غير وايد يعني خطوط نعم سحي سحي الطيارات وايد الحمد لله رب العمر حتى كل القصد والمقصود من كلامي ورسالتي عبر أداعكم حتى أنا أقول للجماعة أننا مموافن وبراشد طوالله عمر أنت دوم تعالج هذه المشكلة في كل سنة تعالج من المشكلة فالرجاء أبو راشد تعالج المشكلة هي ما بمشكلة يعني هم هي حتى نحن يكون منتخبنا يوقف مكتوف في الأيدي حرام نشوف جميع المشجعين للدول الخليجية تاثر منتخبات ومنتخب الأمارات الأمارات اللي هي ما أول عالم الأمارات يعني ما أول على العالم الرياضي اللاعب لما تشتوب باسم وفلان منتخبنا يتشجع وبعدين منتخبنا نحن مش أقل يعني قوة عن المنتخبات الخليجية بل نحن بل نحن لا السركاء الأمس يقول نتطلع إلى أن نفوز بدورة الخليج ليش لا نحن هذه السن يقول إن شاء الله بالبحرين يعني يقول إن شاء الله فالبطولة دعطوا العمر العيش يبغي لحشو وبهارات الغارات الجمهور المشجعين نعم واللائب يشوفون أن بعد المنوم ومورهم نحن لا نشوف نحن نودر عمالنا وبيوتنا ونرقب بره ونقول لا لسبيل سبيل المنتخب ونحن نعيش بعدنا في الغمص الواحد وأربعين طويل العمر وأسانا إن شاء الله يكملون بسوء هذا سواء من ما نقول الاتحاد الكرة الاتحاد الكرة تسمح ما تسمح الظروف له إزاهم الله خير ما حاولتوا تواصلوني الاتحاد أنا طويل عمر مثل ما قدت نكمال فادور أنت أخوي صديقي وعزيز وغالي أنا محمد بن فعلوب ما يفتح لي مجال أنا واحد أخذ حبي والمجموع اللي هي الدقيق والمغنيين اللي هم يقومون فنحن لا نقدر حتى يتنع عروض من غير بس نحن ما نتجاول ملتزمين يا ريال لا أنا قصدي أنتوا بشكل عام عن بشكل عام خلوا أنتوا بشكل عام عن الأخوان اللي بيشيرون مثلا الاتحاد إذا بيكون في إمكانية مع أي جهة معين الاتحاد ينظم هذه العملية تشير بسات أو طيارات وما تكلمتوا يا الاتحاد في هذا الموضوع ما وعدوكم خير ما قالوكم تعالوا بنيل الاتحاد الكرة في طويل عمر لجنة علاقات ومكل مرة يزقرون الجماعة ويعلسوا مع طاولة ومنهم ما سوء لجنة العلاقات الاتحاد والله يا عمي ما أكدري أنا روحي توصلها ما أقدر أقول لكم بالضرط أنك بيو بحدي مرة سامي العامور مرة واحد ثاني مرة 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 يعني هكذا لأننا نحن أيون ناس عبدالقادر حسن هو اللي أفتكر ليه أقرب واحد للي الجماعة عبدالقادر هو رئيس العلاقات العامة عبدالقادر نعم عبدالقادر حسن عبدالقادر حسن هو اللي عنده الجواب لأننا نحن سألنا عدة مرات هو يعني بداية الحل بيوصل لحلقة الوصل بين الجمهور ويوصل للسلكار عبدالقادر حسن نعم نعم والله يا برحمد إن شاء الله فارغ طيب نحاول نحن طوي الأمر يعني أنت وأنا أنت وأنا مشتركين في الشغل هاي كلنا يعني جمهور نعم سعي الكل يكمل نحن طلنا بقناتنا الرابعة بقناتنا الرابعة في عودتنا جميع الموية عن دورات الخليج هي تفك لا نلجأ إلى جريده ولا إلى مكان عن قناة الرابعة نحن تفك المشكلة بالله نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله إن شاء الله ومصلحة العام أطوبه صحيح صحيح والله يطول عماركم ويدارش في حياتكم الله يأزك شاكيلك جدا هذا التواصل شاكيلك جدا أيضا حبك للمنتخب لمنتخب بلادك وتشجيعه وأيضا مثل ما تقول ترافق المنتخب وين ما شار للتشجيع سواء في الدول العربية أو الدول الغير عربية الدول الصديقة إذاك الله خير نشكر لك الروح الطيبة وهذا مع عهدنا فيك وفي أبناء الإمارات إذاك الله خير وغير الأمور التي تتكفل فيها بنفسك إذاك الله خير الله يأزك الله يبارش حياك ما تقصر حياك ياه سهلا فيك أيضا تواصل معكم شوف إن شاء الله بنحاول تواصل يحد نشكر سعادة محمد بن سالم السويدي مشكور يا أبو سالم إذاك الله خير والله يا أبو سالم هذا الواقع اللي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة شو بعد قول لا حول ولا قوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ياهلا وسهلا لو سمعت أنا بس عندي استفسار ومساعدة بنفس الوقت إذا ممكن أخب راشد فضل استفسار وشو؟ ومساعدة وطالب مساعدة يعني بس عندي كأسسار بسيط أنا شغال بالشركة نعم راتب راتب أنا 3000 نعم برهم ومتزوج أنا حاليا ومتزوجتي حامل وعليه قرد تقريبا 1000 شيء تقريبا ينخص من نفس الراتب فحاولت أن أقدم أكثر من مكان يعني كمطار كشرطة أنا صالي تقريبا من الـ 94 في الإمارات طريق يمكن فوق العشرين سنة أوكي كل ما أقدم كل مكان يقولون لي يروح هناك وروح هناك كلهم تقريبا أكثر الناس اللي أقدم عندهم كوابطات بمعنى أصح نعم فما أعرف حتى كشهادات تصوير أخذ تصوير تلفزيوني على أساس أقدم كل قناة أروح لها لازم كوابطة فما أعرف في طريقة في شيء أقدر أنا أروح أقدم عندهم يساعدوني في الموضوع والله ما أدري أخوي اللي عارف تروح تقدم تأخذ أوراق وسي تقدم سي بي الآن ما تشير بعد عن طريق النت على طول والنت بطل يشوف النت أصلا والله ما أدري طويل هذا اللي يعرف شيء غير ما أعرف خالي أيو لأني أنا حتى والله لأني الجواز أنا محجوز على الشكات البيت والشركة كل مرة يهددوني أنا أريد أطلع من الشركة على هذا الموضوع فكل مرة في البلدية جوازي محجول والله ما عندي شيء عن هذا الموضوع خالي ما عندك أي فكرة لا والله يا سيدي أيو طيب أوكي ياهل وسهلا فيك في حفظ الرحمن حياك الله السلام عليكم هذا اتصل واحد قال ما يغيرون الصورة ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز تسجيل هيئة الإمارات للهوية بخشوص تغيير طبعا الصورة أستاذ ناصر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله كيف الحال يا سيدي شو أخبارك إن شاء الله بخير شاكل لك جدا هذا التواصل الله يطب أستاذ ناصر بما يتعلق بالصورة تجدد بطاقة الهوية ويستخرجون لك من النظام الصورة القديمة فيقول فيه اختلاف في الشخص إنه مثلا كان صغير كبر الآن ليش ما تكون الصورة حديثة ما يعتمدون على الصورة السابقة بسم الله رحمة الله رحيم نحن طبعا نسكر إذا راضعوا الناس على التواصل مع ناثلية الإمارات الهوية بالنسبة للمتعامل المتصل بخصوص موضوع تغيير الصورة موضوع تغيير الصورة ممكن للمتعاملين التوجه لأي أقرب مركز تسجيل لإجراء عملية تغيير الصورة وهي متاحة في مراكز تسجيل الدائمة موجود لهذه المارات الهوية نحن لدينا إجراءها الله يسلامك أبو راشد بإمكانك أنك تتجدد عن طريق مكتب الطباعة بحال إذا رضع صوتك القديمة تكون موجودة في البطاطا وبإمكانك تتجه لأقرب مركز تسجيل وتعمل عملية تسجيل وتطلب تغيير الصورة ويصورونك من أولا يقول لك الصورة تسلم بطاقة حتى في مركز التسجيل نعم يعني ما يحتاج إذا صرت التسجيل تبغي بطاقة الأولية يعطونك مراكز التسجيل وإذا تبغي بطاقة أو صورة يديدة تروح أي مبنى للهوية أو مكان الهوية وتأخذ الصورة الجديدة يصورونك وتقول لهم أو اختياري هذا طبعا نعم هو الشخص مجرد يروح للمركز التسجيل يقول أنا جاي يتدد بطاقة وغرب أني أغير الصورة هم أقول سيقوم لإجراء التسجيل بتغيير الصورة حاليا طبعا خدمة متاحة بالمواطنين ودول مجلس تعاون أما بالنسبة المقيمين نحن الآن في صدر تطوير خدماتنا بحيث أن يكون الإجراء هذا المتواجد حتى في مكاتب الطباعة يعني في المستقبل القريب إن شاء الله بيكون الإجراء في مكاتب الطباعة يوم تشير تماتيكيا يقول لك هذه صورة جديدة مثلا لا لا يخير تخير ما يقول لك أنت يخير يخير يغير صوتك نعم يغير يختار أن يغير صوت يتجل ياخد طلبة بعد يطبع ويدفع رسوم يتجل مركز جديد يصور وصل إلى الصورة نعم الآن مثلا نطويل عبر نحن مجدد الجواز على سبيل المثال نعم اضطر الشياء صورة نعم ونفس الصورة التي تنطبع في الجواز نعم نعم سيكون نفس الإجراء إن شاء الله لا على حسب رغبة كنت لا على حسب رغبة كنت رغبة الشخص مثلا نعم نحن لا نعتمد الصورة نعم نعتمد الصورة التي يكون موجود فيها الشخص نعم مباشرة تانية الله يزيك خير يا أستادي نشكرك جزيلا شكر على هذا التواصل مشكور يا طويل عمر يا أهلا وسهلا ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز تسجيل هيئة الإمارات للهوية وأقول للأخ اللي اتصل إذا تسمعنا خالي مثل ما قال عبدولي بإمكانك أنك تسير أي مركز ما بتسجيل تسجيل لا أي مركز للهوية وتقول لهم أبا بجدد البطاقة تقول لهم أبا صورة جديدة بيصورونك صورة جديدة بيعطونك البطاقة والصورة الجديدة نتواصل بعد هذا الفاصل يا دكتور موسيقى وجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام من قلال راديو الرابع الموجة ميو 7.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم يا أهلا وسهلا فيكم نتواصل أيضا مع مدير إدارات العلاقات العامة باتحاد كرة القدام الإماراتي الكابتن عبدالقاد الحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أخي أنا كل ما أشوفك أو أذكر كأذكر الأول أو أذكر ترد لي كل شيء حتى أذكر عبد المحسن الدوسري كان يدلعك عبد المحسن الدوسري يوم يعلق كان ويد يدلعك يوم تمتغط وتمسك الكورة الله يذكره بالخير شو أخبارك إن شاء الله بخير الحمد لله كله مرطيبة شحال له العيال كله بخير الجماعة في النادي شو أخبارهم طيبين بوعزيز شو أخباره يسأل عنك الله يسأل يخليك عياك الله الله يطول لي عمرك طويل عمر عمرني بما يخص دورة الخليج نعم نتحدث بالذات عن المشجعين اتصل طبعا خالد حرية الله ينعم بحالك وتحدث يعني كل سنة طبعا نحن تواصل حول هذا الموضوع ويكون هناك في حلة وفي مبادرات طبعا مرة من المرات شيخ سرور بن محمد على النهيان الله يزي خير عمر بتسير طيارتين طبعا للمشجعين فيه بعد كذا مرة بحيدر وايدين من الفعاليات في الإمارات الآن تحدث خالد حرية طويل عمر قال السنة هذه ما فيه أي مبادرة من أي حد في حبينا نحن نعرف بخصوص هذا الموضوع كيف يتم هل عن طريق مثل ما تقول العلاقات العامة في الاتحاد هناك في تنسيق مع روابط المشجعين لتسيير مثل ما تقول الباصات أو طائرات أو أي وسائل نقل مواصلات إلى مملكة البحرين الشقيقة بما يخص هذا الموضوع هو في الآد براشد دايما في السابق نتكلم دهر فيان تاريخ دورات الخليج كانت الحكومة نفسها أو الدولة كانت سيئة طائرات عسكرية للمشاهدين في بداية كارات كاسات من زبان نعم من زبان نعم ثم توقفت هذه الأمور لنا مثل ما قال الزخم الجماهيري بالنسبة للبطولة وقال للاهتمام ما يعرف شو السبب لكن بالنسبة للجماهير كل الدول هذا الموضوع اختفى أو انتهى موضوعها نعم نتكلم عن دول المشاركة والدول الخليج كلها بدأت تعتمد على المبادرات الشخصية لبعض التجارة وبعض المحدين وبعض الناس المشجئين للمنتخبات بدأوا يبادرون بتفع مبالغة وتكفل بسفر مجموعة من المشجئين ويتفعن طريقا للاتحاد نعم حتى الآن بالنسبة للاتحاد كالاتحاد الاتحاد صعب انه يوفر ما عنده ميزانية أسرى للاتحاد ميزانية خاصة للنقل المشجئين للميزانية يعني بس مو ميزانية ميزانية وتتبعها الشيء كثيرة جزتية صعب توفيرها اللي بتكون مكلفة جدا يعني نعم فاناعتمد على المبادرات العامة مثل ما ذكرنا نعم لكن كاتحاد احنا من جهتنا اذا في اي حد من الجمهور متواد شيء في دورة البحرين ولا يحضر في دورة البحرين النقل والمواصلات والمشروبات والأدوات التهجية وكل هذا احنا نوفرها دائما مثل ما صار في اليمن مثل ما صار في الكويت يعني النقل من المطار الى الملعب والعكس اي و بس يبلغونا بالهذا احنا نحاول اما السكن والمواصلات غاية ما بعليكم من من هناك غاية ما يخصكم فيها احنا بغراج نحاول حتى اليوم يمكن تواصل الاخسام متواجع دائما مسؤول عن الجماعين في الاتحاد الاخسامي الهام نعم انا من فترة نحاول يا بعض الناس نحاول نوفر لهم بعض الناس لحد الان ما صار شي مجموعة من الناس للغادة للروابط ان يكونوا متواجع هم يقدرون يلمون الجماعين حتى من جماعين دورة البحرين او من الدول الاخرى اللي موجودين او الناس العايشين في البحرين يكونوا متواجعين شدوا الامارات نعم نحاول اليومين هذين بس لحد الان ما صار شي ولكن الاتحاد ما يتكفل بنقل المشجعين يساهم 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 يعني الشام ما كملت نعم نعم ولكن لا انا قصدي ما في بند يعني مثلا في الاتحاد يلزم الاتحاد بنقل المشجعين الى كل الانباريات اللي يلعب المنتقب خارج دولة الامارات العربية المتحدة يعني ما في نحنا في الامارات الجمهورنا ما نشوفها كيف صاحب هذا الاخفاقات سبب الاخفاقات اللي يتعرض للمنتقب كمنتقب دولة الامارات العربية المتحدة ما 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 في يعني طويل عمر ما في تحس انك انت يا طويل عمر تشير وتتعب وهذا ما ما في حماس يا طويل عمر تعرف مثل ما صار في الاندي الآن تعرف شوف شوف على سبيل الاندي لحن نتحدث الآن شوف رابطة العين صحيح رابطة رابطة نادي العين تطلع عمشي قايل وين ما يشير لتلقى الملعب مليان وين ما يشير ليش لأن يا طويل عمر صح ممكن صارت فيها اخفاق صار بسيط ولكن مثل ما تقول صار عودة لنادي العين ورد نادي العين هذا فيه ارتباط قوي ما نفك الارتباط بين الجمهور ومنتخبنا نفك الارتباط بالنتائج السلبية التي شفناها من المنتخب فهذه لها تأثير يا طويل العمر ونحن بعدين شوية مدلعين في الإمارات اللهم لك الحمد 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 مدللين ومدلعين الحمد من نشأة دولة الإمارات يودونا ويبونا طالع عند الآن البطولة في جنوب أفريقيا تخيل يوم من أمريكا إلى جنوب أفريقيا مشجعين الحساب الخاص من كل الدول أوروبا ومن كل الدول المشاركة يعني ما في حد ينقل ما في مبادرات والله ملياردير أمريكي ولا ملياردير أوروبي من حد في أوروبا أن النقل المشجعين ما في كل مبادرات خاصة هناك تنقل في أوروبا بينه 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 جنوب أفريقيا فيقطعون هذه المسافة كل أحسابهم الخاص وناس صغار ما بكبار فنحن نحن تعودنا على الدلال الله أملك الحمد والشكرا مدام في خير أبو راشد ما عدنا مشكلة من الوفر الخير يعني مدام في خير وبلدنا في الخير سبحان الله أنت أنت مذل ما تقول فالك طيب على البرنامج هاي أول طيارة وصلت أول طيارة وصلت هذا عيسى بن حيدر المحامل السجال القانوني أنزل هاي أول شخص مادر هو نسيبي وأنا بتوافره إياه ما بمشكلة لا تقول عن طريق لا تقول عن طريق أكترا بخبر معزيز عليك أكترا نمو المحامل المستشعى القانوني عيسى بن حيدر أول طيارة إزاها الله خير أنا أشكرك أستاذ عبدالقادر نتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين ونشوفك إن شاء الله في البحرين إن شاء الله عن قريب الله يطول يعني فشكرا حبيبي إزاك الله خير يا هلو سالبي حياك الله مدير إدارة العلاقات العامة باتعاد كرة القدم الكابتن عبدالقادر حسن طبعا نثمن الدور الكبير للإخوان في اتحاد كرة القدم إزاهم الله خير وأيضا نثمن الدور الكبير للمشجع للإبن الإماراتي البار عيسى بن حيدر نقول له الله كثر خيرك وهذا معاهدنا منك إزاك الله خير وكنت حاسب يطلع لنا بن حيدر سبحان الله وطلع بن حيدر حتى قلت حق علي ما قلت لك قبل شوي أسألي بن حيدر قال لي لحد الآن ما الله باسمي سبحان الله الله يكثر خيره ويدي من ناس من أمثالي يا رب العالمين وزين بعد خالة حريك يعني اتصل وعودنا كل سن سبحان الله وكل دورة خليج نتصل منه ويكون في الخير عن طريق البرنامج الحمد لله رب العالمين التوفيق إن شاء الله لمنتقب الإمارات إن شاء الله إن شاء الله أنا أضم صوتي إلى صوت السركال بعد إن شاء الله ومتفائلون إن شاء الله إنه نيبل كاس من مملكة البحرين الشقيقة إن شاء الله يا رب العالمين والشباب يعني يعني ثقتنا كبيرة بالشباب إن شاء الله وأيضا ثقتنا كبيرة بمشجعينا وأيضا ثقتنا كبيرة بمدربنا الوطني مهدي إيزا الله خير يعني أستاذ مهدي علي يعني من الكفاءات الوطنية اللي نحتز فيها الحمد لله رب العالمين فإن شاء الله إن شاء الله أيضا على ويهة إن شاء الله أننا نأخذ وسجل هذا الإنجاز باسم الشباب طبعاً ولكن باسم بصمة المدرب الإماراتي مهدي علي إن شاء الله يا رب العالمين مستمعين الكرام مشاهدين الكرام بسير البحرين خقاق يوان بن حيدر يعطيني يوان بن حيدر يعطيني في طيارة خاصة والله انت بن حيدر يروه وانت تستاعل نحن خالي بنسير الله يطول لي عمرك البحرين ولكن بنسير في اليخت بنسير في اليخت إن شاء الله إلى البحرين إن شاء الله لا أساساً حدق في الطريق على الشخيط لكن تعال ما فيه سقاب نسير في البحرين ما فيه درب في البحر ليل البحرين هذه مشكلة بنحمل اليخت على تريل وننزل ونقف في البحر الله كريم نتواصل معكم السمعين الكرام من خلال راديو الرابع الموجة من يو 7.8 من الإمارات العربية المتحدة يوم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين تقبلوا تعييات جميع الأخوة العاملين براديو تليزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان دمتم بخير وصحة وسلام وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر